أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنانا فهي إلى الأغقال فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع أنذر قرآ قشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا امدادوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أخصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتنون وما لي أنا عبر الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بدرع لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي الضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موازنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستزعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العنيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا دريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزق قبل الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أفعمه إن أنتم إلا في ضلال مهين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا صرات مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجرهم وتشهد أرجرهم بما كانوا يفسبون ولو نشاء لطرسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطرسنا على مكانتهم فما استطاعوا بيلا ولا يرجعون ومن نعمره لنكسه فرطة أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينظيله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليوازر من كان حيا ويحفى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارم أفلا يشكرون وانتقدوا من دون الله آلهة لعن لهم ينصرون لا يستديعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا لعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نثفة فيدا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإعظام وهي رغيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نواف إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كو فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم